خلينا قبل ما اختم حضراتكم نشوف مشاركات وتفاعل جمهور الاهلي معنا في صفحات المختلفة لقناة النادي على السوشيال ميديا وكان سؤال حلقة اليوم توقعتكم لتشكيل الاهلي في مباراة الطلاع في نهاية كاس مصر محمد عفيفي قال أي 11 لعب حيكونوا رجالة ونكسب بإذن الله يا رب خالد قال الشناوي معلول أيمن ياسر هني السلية فتح الشاحات العضية ممكن أصدع على أفشا يعني ماشي طاهر وكهرباء راس حربة محمد سيد قال الشناوي معلول أيمن ياسر هني السلية فتحي أفشا الشاحات كهرباء وطاهر طيب كمان مصطفى مؤمن محمد قال الشناوي أيمن أشرف ياسر إبراهيم معلول هني السلية حمدي فتحي أفشا الشاحات وكهرباء ومروان ومحمد سيد قال الشناوي معلول أيمن ياسر هني السلية حمدي الشاحات أفشا كهرباء ومروان مصطفى محفوظ أهل الشدنوي معلول أيمن أشرف ويسر هاني سلية حمدي فتحي أفشى الشحات طهر محمد صلاح محسن يعني توقعات مختلفة لتشكيل مباراة اليوم للنادي الأهلي أمام طلاع الجيش لكن في كل الأحوال أي 11 رجل سيكونوا في الملعب بإذن الله فرحوا كل الأهلوية من خلال الفوز بالبطولة رقم 37 من بطولات كأس مصر ورصيد النادي الأهلي يزيد في هذه البطولة تحديدا بعد الفوز على طلاع الجيش اليوم كل التوفيق للنادي الأهلي كل التوفيق للجهاز الفني واللعبين وإن شاء الله بإذن الله يفرحونا